بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه أما بعد فلقد أعلى الإسلام من شأن المرأة وساوى بينها وبين الرجل في الحقوق والواجبات والتكليف الشرعية قال الله سبحانه وتعالى فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض وقال سبحانه وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيي أنه حياة طيبة ولنجزي أنهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وكذلك نصت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن النساء شقائق الرجال يشارك نوم في المسؤولية وكل مسؤول عن رعيته قال صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها كما أن التكليف الشرعية في القرآن الكريم وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت بلفظ العموم الشامل للذكر والأنثى للمرأة والرجل إلا ما خصه الدليل تتجلى أهمية دور المرأة في بناء المجتمع وعظم مكانتها في كونها الأم والأخت والزوجة والابنة فهي تمثل نصف المجتمع ولأنها الأم التي تربي وترعى وتعلم فمن ثم يعول عليها في بناء جيل قوي يقدر المسؤولية ويقوم بما يجب عليه تجاه العقيدة والوطن ولم تترك المرأة المسلمة في عصور الإسلام المختلفة مجالا من مجالات العمل إلا خاضت غماره وأحرزت فيه قصب السبق فمنهن من شاركت في الحروب مثل نسيبة بنت كعب التي شاركت في غزوة أحد وقال صلى الله عليه وسلم في حقها مالتفت يمينا وشمالا يوم أحد إلا ورأيتها تقاتل دوني وقد جرحت رضي الله عنها إثني عشر جرحة ما بين طعنة برمح وما بين ضربة بسيف ومن هؤلاء النساء الفضليات رفيدة والإسلامية التي تعد أول طبيبة في الإسلام وكانت تداوي المصابين في غزوات الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وسار على هذا الدرب من نبغ من النساء في مجال الطب كأم الحسن بنت القاضي الطنجالي وأم عمر بنت أبي مروان والتي نبغت في طب النساء والولادة وهناك غير هؤلاء الكثير ممن نبغن في العلوم المختلفة ولقد بات وجود المرأة المسلمة الحكيمة ومشاركتها في المجتمع من آكد الضروريات فإن لها دورا مهما في النهوض والارتقاء بالبلاد وقد أدركت الجمهورية الجديدة الدورة الحيوية للمرأة المصرية في مجالات الحياة كافة وخطط خطوات واسعة في مسار النهوض بالمرأة على وجه العموم فنص الدستور في 2014 لأول مرة على الاهتمام بقضايا المرأة وتضمن أكثر من عشرين مادة تخاطب المرأة بشكل مباشر وكفل كذلك للمرأة الفرص المتكافئة ومشاركتها في المجتمع والمساواة بينها وبين الرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية وكذلك السقافية هذا كله إنما كان انطلاقا من أن المرأة شريك أساسي في تحقيق البناء والتنمية باعتبارها تمثل نصف المجتمع هذا الاتجاه الذي أخذت به الدولة المصرية هو ما يتوافق مع الشرع الشريف الذي كرم المرأة ومنحها كافة حقوقها المشروعة والواقع يثبت أن هناك كثيرا من النساء يتمتعن بمواهب وقدرات إبداعية وخبرات عملية ينبغل استفادة منها وتوظيفها في خدمة قضايا الوطن وحل مشكلاته وذلك على وعلى ما تقوم به المرأة من دور كبير في تربية النشأ وإخراج أجيال نافعة للمجتمع قادرة على العمل والبناء لذلك فإننا نؤكد على أن المرأة شريك أساسي في تحقيق البناء والتنمية في الدولة المصرية وينبغي دعمها لكي تسهم في نهضة هذا الوطن كما ندعو إلى ضرورة تضافر جهود المؤسسات والهيئات المعنية من أجل وضع المرأة في مكانها الصحيح ندعو الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا رجالا ونساء ممن يعملون لخدمة دينهم ولخدمة وطنهم على نحو يرضيه سبحانه وتعالى يوم القيامة وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله